بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد اليوم إن شاء الله نبتدع نبتدع بعون الله في تفسير سورة الجن وصورة الجن هي من السورة المكية بالاتفاق كما ذكر ذلك الإمام القرطبي والرازي وجمع كبير حقيقة المفسرين وهذه السورة ليس فيها لا ناسخ ولا منسوخ كما ذكر ذلك أهل علوم القرآن كابن هبة الله وابن حزم وغيرهم وهذه السورة كما ذكر القاسمي أن الترتيب ترتيبها في المصحف هي 72 في ترتيب المصحف يعني في تسلسل السور أما في ترتيب النزول فهي السورة رقم 42 نزلت بعد الأعراف وقبل ياسين السورة حقيقة من اسمها سورة الجن تتكلم عن أمر غيبي وعن مخلوق عجيب ذكره الله سبحانه وتعالى ونحن حتى يومنا هذا على تقدم العلم يعني لم يستطع العلم الحديث الوقوف على حقيقة هل المخلوق الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه وعن خلقته وعن أحواله وكما ذكر أيضا المهايمي في تفسيره التبصرة قال وسميت سورة الجن بهذا الاسم لأنها تكلمت عن أحوالهم وعن أحوال إيمانهم وأنهم كيف نبذوا الكفر وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنهم كانوا يسترقون السمع ثم منعوا عن ذلك وتحدثت السورة عن أخبار الجن وعن أحوالهم وتعتبر حقيقة هذه السورة من السورة العظيمة خاصة أن الجن يعني بعض قبال العرب كانت تعبد الجن كما قال تعالى كانوا يعبدون الجن كان البعض منهم يعبدوا الجن ولذلك مجيء هذه السورة وبيان حال هؤلاء المخلوقات التي لو لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالها ما استطعنا أن يعني نعرف عنها شيء ولذلك سورة الجن جاءت بعد سورة نوح وذكر يعني كثير من العلماء ما المناسبة والعلاقة بين سورة نوح وسورة الجن محاولين دائما يعني إيجاد رابط معين بين السورة والتي بعدها لأنه ربما يعني يكون رابط شديدا ظاهرا قويا وربما يكون الرابط خفيفا يعني وخفيا يعني ربما يلحظ لحظا ذكر الإمام الآلوسي نقلا عن أبي حيان في البحر المحيط يقول أن سورة نوح وسورة الجن مع حال النبي عليه الصلاة والسلام بينهما بعض الشبه يقول نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول أرسل إلى أهل الأرض والرابط بين قوم نوح وقوم محمد صلى الله عليه وسلم هي الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح وكان يعبدها العرب وقد فصلنا القول فيها في سورة نوح ولذلك نجد أنه أكثر الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح هي موجودة عند العرب ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال الجن وهم ليسوا بالفصاحة والبلاغة كحال الإنس وهو من باب التبكيت لقريش أنه انظروا إلى الجن الذين لم يصلوا إلى القدر الذي وصلتموه من البلاغة والفصاحة ومع ذلك لما سمعوا الحق ورأوا الحق آمنوا به وذهبوا إلى قومهم منذرين وهذه الآية تبين يعني عظم مكانة هذه السورة تبين عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه آمن به الجن وإيمان الجن بالنسبة للعرب يشكل إشارة على أنه لاحظوا أنتم بعض منكم كان يعبد الجن فإذا علمت العرب أو بعض العرب علموا أن الجن الذين هم يعبدون أنهم آمنوا وصرفوا عن عبادة غير الله إلى عبادة الله سيصرف عنهم العرب أيضا في ملحظ هكذا يعني دقيق سورة الجن يعني يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى سوق عكاظ وكان معه بعض أصحابه فكانوا في وادي نخلة ثم صلى بهم الغدات فقرأ عليهم القرآن واستمع نفر من الجن لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم إنا سمعنا قرآنا عجبا ثم بعد ذلك لما انتهى ذهبوا إلى قومهم ولوا إلى قومهم منذرين ثم بعد ذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن والحديث في الصحيحين سورة الجن نزلت كما يذكر ذلك من العاشور أيضا وجمع كبير المفسرين أنها نزلت في السنة العاشرة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أي قبل هجرته بثلاث سنوات والسورة حقيقة كان لها أغراب كثيرة وكان لها يعني معاني كثيرة أراد القرآن أن يثبتها في صدور الخلق خاصة لما كانت الجن لها وقع كبير جدا خاصة في نفوس العرب ابتداء فإيمان الجن يدل على أنهم مخلوقات ليست آلهة كما يظنهم البعض لأنهم يظنون أن قدرتهم عجيبة وطاقتهم خارقة فالبعض جعلوهم آلهة فلما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الجن أنهم عباد وأن الله خلقهم من نار وأنهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك علمت العرب حالة هذه الجن من خلال إخبار الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك السورة تضمنت على أنه أن هناك مخلوق ابتداء اسمه جن لمن أنكر وجود الجن كما سنتكلم عن المنكرين وعن المثبتين لوجود الجن فالسورة أثبتت ذلك وأثبتت أن هناك مخلوق خلقه الله وأوحى إليه وأرسل له رسول وكلفه بالعبادة هذه السورة كذلك تكلمت عن أن الجن في السابق كانوا يسترقون السمع ويصعدون إلى السماء فيسترقون السمع ثم حفظ الله السماء بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصد أي أنه السماء حفظت ومنع استراق السمع أما كان في السابق وكان الشيطان كما ورد في الحديث أنه يسترق الكلمة ثم يخلط معها مئة كذبة ثم يلقيها في أذن الكاهن فيخبر بها الكاهن فلما ولد النبي عليه الصلاة والسلام حرست السماء ومنع الجن من التصرف في أخبار السماء وكذلك السورة بيّنت مكانة النبي عليه الصلاة والسلام حيث أرسل إلى الجن وإلى الإنس وهذه من بيان عظمة مكانته صلى الله عليه وسلم وأن شرعه باق حتى يرث الله الأرض ومن عليها وفي السورة حقيقة أغراض كثيرة سنتكلم عنها إن شاء الله أثناء التفسير وأثناء البيان لكن هذه مجمل ما جاء في أغراض السورة ربما البعض يقول يعني الجن هل هم مكلفون أم لا يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أنه عرض الأمانة على الإنسان إن عرضنا الأمانة على السماء والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فهذه الآية كأن الظاهر منها للقارئ لأول وهلة يقول أن الإنسان هو المكلف فكيف يعني تكون الجن مكلف أيضا والنبي أرسل إلى الجن والإنس فكيف يكون يعني كيف تكون مكلفة وهل مهي مكلفة بعباداتنا أيضا بالصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك نعم أولا يعني الآية ليست دليلا على أن الله لم يكلف الجن وليس الدليل على أنه كلف الإنسان فقط لأن الله سبحانه وتعالى ماذا ذكر ذكر قال وحملها الإنسان ولو أراد الحصر قال ولم يحملها إلا الإنسان لبينا على أن الأمانة ما حملها إلا الإنسان فقط لكن لما قال وحملها الإنسان أي من ضمن من كلفوا بذلك التكريف هم هو الإنسان الذي حمل الأمانة وظاهر الآية الثانية في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ظاهر جدا في أن الله قد كلف الجن والإنس بالعبادة وهذه آية صريحة في بيان تكليف الجن وإن لم يكن هناك يعني لم يأتنا نص صريح ولكن هذا يفهم من السياق على أنهم مكلفون بالعبادة ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول الذي جاء إلى الإنس وإلى الجن فعلمنا على أنه قد كلفوا بعبادة من العبادات التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ذهب بعض علماء العقائد قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعني ربما كلف الجن بنص آخر ليس لنا اطلاع عليه هذا أولا والنقطة الثانية أنه يعني الله سبحانه وتعالى لا يسأل عباده عن فعل أراده فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون العباد يسألون ولله أن يكلف العباد دون أن يأخذ رأيهم وهذا كله يعني يجب الإيمان به أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون كذلك يعني من تكلم عن موضوع الجن من هو المنكر للجن ومن هو المثبت حقيقة يعني المسألة ليست مسألة آنية وليست مسألة وقتية وليدة اليوم إنما مسألة قديمة في قضية من أنكر الجن ومن أثبت وجود الجن فأنكر الجن كثير من الفلاسفة في السابق والماديين وإلى يومنا هذا تجد كثير من الناس ومع الأسف ربما يكون حتى من المسلمين يعني ينكرون وجود الجن وإنكار وجود الجن كما ذكر جمع كبير جدا من العلماء بل ذكر البعض أنه أجمع أهل العلم على أن الذي ينكر الجن ينكر الجن أنه كافر لأنه أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة آيات القرآن الكريم خطاب الله للجن تكليفهم بالعبادة خلقهم من نار سماعهم للنبي عليه الصلاة والسلام استماعهم للقرآن هذا فيما جاء من آيات أضف إلى ما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يعني فيما صح من أحاديث أنه هذا الشيطان الذي أراد أن يقطع على النبي صلاته في الصحيحين وفي مستد أحمد هذا الشيطان الذي كان يسرق الطعام وأمسكه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومواقف كثيرة فالذي ينكر هذا كأنه يعني ينكر ما ورد في القرآن وما جاء في الأحاديث الصحيحة وهذا كله أمر خطير في إنكار قضية وجود الجن نعم يعني قضية وجود الجن أننا لا نراهم نجد أنه البعض يؤمن بوجود الملائكة الملائكة الكتبة والحفظة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في الاحتضار عندما يأتي ملائكة الموت لقبض روح العبد يعني قال وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون أي لا تبصرون لا تدركون حقيقة قبض الروح كيف تكون وكيف تأتي ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وهذا كله يعني دليل على أن الجن لهم وجود فمن أنكر وجود الجن بحجة أنه لا يراهم وهذا قول الأشعر يقول عجبا والمعتزل كذلك أنكروا يعني على من قال على أنهم أنكروا وجود الجن وإن كان البعض حقيقة يقول أن الإنكار لم يكن من المعتزلة وما نقل عن الزمخشري في تفسيره يعني هناك من أوله تأويلا آخر وليس هذا بصدد كلامي لكن ذكرته هكذا عرضا أنه يعني يقولون أنه يقول الإمام بالحسن يقول أن وجود الملائكة يعني اشترط أن تكون هناك بنية بنية حتى يكون هناك مخلوق يقول كيف بالإمام بالملائكة والملائكة نحن نؤمن بهم ولكننا لا نراهم ونؤمن أن الملائكة جاءت إلى النبي جبري عليه السلام جاء إلى النبي عليه السلام وأخبره بالوحي وعلمه من القرآن وكان يتنزل عليه فيما يريد الله سبحانه وتعالى وكل ذلك يعني نحن نؤمن به قال كذلك الجن أيضا هم إذا لم نرهم لا يشترط وجود البنية يعني لا يشترط البنية في وجود المخلوقات فقد يخلق الله قال ويخلق ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء فقد خلق الإنسان من حالة يعني من حالات كثيرة يعني خلق آدم عيسى من غير أم والأب وخلق عيسى من غير أب وخلق حواء من غير أم وخلق الخلق من أم وأب ولله في خلقه شؤون يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد لذلك يعني لا يشترط البنية في الأجسام حتى تكون حية بينما المعتزلة وكثير من العلماء قالوا لا يشترط البنية والدليل على هذا أن الإنسان لو اخترمت بنيته أي ضرب في رأسه أو في قلبي أو قطع من شيء إنه سيموت في هذا دليل أن البنية هي الشرط في الحياة وهناك ردود بين العلماء كثيرة في هذه المسألة قالوا على أن حال الإنسان يختلف عن حال الجن فالإنسان خلق من طين والجان خلق من نار وشتان بين الخلقين الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن الجن مخلوق من نار والجان خلقناه من نار السموم من قبل من نار السموم لذلك قضية أنه يعني جعل خلق الجن كخلق الإنسان هذا أمر بعيد حقيقة في الذكر وبعيد أيضا في خضية القياس أما هنا قلنا المنكرون والمثبتون أما المثبتون فهم أرباب الأديان والملل وأكثر أهل الملل والأديان تقر بالجن وتقر بوجودهم رغم أنه البعض يعني يعتبر الجن ما هي يقول الجن هي الأرواح طبعا في غير منظر المسلمين لكن أيضا مما عرض أو هو موجود أيضا يقول أن بعض الأرواح من الأرواح البشرية إذا ماتت فإن كانت خيرة كانت جنا صالحا وإن كانت شريرة كانت شياطين فتأتي الناس فتبحث عن بنية وتبحث عن يعني ما يوافق طبعها فإن كانت خيرة تبحث على أناس خيرين وإن كانت سيئة تبحث عن أناس سيئين وهذا في غير منظر المسلمين نحن عندنا أن الجن كما ذكر تعريفه كثير من أهل العلم قالوا مخلوق أصله من نار له إدراكات وله كوة غير قوانا غير مدركة وله قدرة على التشكل والتمثل أو البعض منهم له قدرة على التشكل والتمثل مكلفون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ومكلفون أيضا بالشرائع يثابون ويعاقبون هذا كما يعني عليه أهل العلم الله سبحانه وتعالى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وذكر يعني عن أحوال أهل الجنة في سورة الرحمن وكان الكلام كله عن الإنس والجن قال لمن يطبثهن إنس قبل أم ولا جان فذكروا على أنه الله سبحانه وتعالى سيثيب الجن في الآخرة فهذا يدل على أنه مخلوقات منفردة لها إدراكات كما قلنا ومكلفة ولها طاقات ولها أنواع كحال البشر يعني نحن أيضا أنواعا ومللا وقبائل وأحوال كثيرة بين الناس كذلك منهم من يسكن الجبال ومنهم من يسكن الصحاري ومنهم من يسكن البحار وهذا أيضا وارد في أحاديث كثيرة أيضا قضية أنه إبليس له عرش على الماء وله جند وله أتباع والكلام حقيقة في موضوع الجن يعني ليس موضوعا هينا وليس موضوعا يعني سهلا إنما موضوع واسع جدا لكن العجيب أنه يعني ابن عاشور في التحرير والتنوير يعني ذكر كلام في قضية أنه يعني اعتبر وجود الجن يعني دلالة ظنية وأنه إنكاره لا يعتبر لا يصل إلى الكفر وهذا يعني ربما يعني غفر الله له لم يكن مصيبا في هذا فجمهور أهل العلم على أنه إنكار الجن هو كفر يقول الشبلي أيضا في كلامه عن الجن في أكام المرجان يقول أنه الجن وإن كان خلق من نار لكنه الآن ليس على أصل النار والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الجن يعني يبول يتبول وأنه يجامع وأنه يعني إذا سمع الأذان ولا وله ذراط وذكر أنه يطمث وغير ذلك من الأقوال والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمسك هذا الشيطان وجد برد لعابه على يده فإذا له لعاب وله برد لعابه ولو كان من نار لا احترق الإنسان إذا تقرب منه الجنين وغير ذلك من الأدلة الكثيرة أنه ليس على أصل خلقته من نار كما أن الإنسان خلق من طين ولكنه الآن ليس طينا الآن هو مخلوق آخر وحال آخر غير حال الذي خلق عليه أو كان عليه أصل الخلقة من سيدنا آدم عليه السلام أنه خلق من طين قضية الإنكار والإثبات يعني قد تكلمنا عنها وبقي لنا أن نتكلم عن بعض الجزئيات التي تتعلق في قضية الجن أنه الجن يعني يتكاثرون ولهم ذرية كما أن للإنس لهم ذرية وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فتتخذونه وذريته وأولياء من أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا هذه كلها تدل آيات على أنهم لهم تكاثر ولهم ذرية وأنهم خلق موجودون معنا يعني يعيشون في حالة معينة أخفاها الله عن الأعين وأخفاها عن النظر والجن يعني لا يرهم أحد على صورتهم الحقيقية في قول الله تعالى إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم قالوا إذن كيف حصل لبعض الصحابة وردت آثار كثيرة جدا منها الضعيف ومنها الصحيح في قضية أنه رؤية بعض الصحابة للجن غير حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فكيف يفهم هذا لمان بو حيان حقيقة يعني له إشارة سأتصرف في كلامي قليلا قال الله سبحانه وتعالى جعلهم في حيثية لا نستطيع أن نراهم بها ولكن لو انتقلوا من تلك الحيثية استطعنا أن نراهم لأنه قال من حيث لا ترونهم هناك حيثية معينة يكونون فيها لا نراهم فيها ولكن إذا انتقلوا من تلك الحيثية استطعنا أن نراهم ولذلك لا يتمثل الشيطان أو الجان بصورته الحقيقية قال بعض أهل العلم لبشاعة الصورة وأن الإنسان لا يستطيع أن يتحمل ذلك المنظر حتى الذي يعني البعض قالوا حتى ما يعني يظهره الناس من رسومات قديمة من أشكال لها قرون ولها كذا ولها كذا هذه كلها تخيلات يعني تخيل للصورة أقصد تخيلات لصورة مبسطة عن قبح ما خلق الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم ويخلق ما يشاء وجعل الجان والشياطين في صورة قبيحة ولكن المؤمنون منهم كما ذكروا أن تكون صورهم أجمل من الكفرة فيهم ومع ذلك ربما لا يطلع عليهم أو لا يراهم إلا من قدره الله كالأنبياء وذكر الألوسي قالوا ربما يكون ذلك لبعض الصالحين لكن الأنبياء نحن متفقين على ذلك لأن الأنبياء لهم قدر على رؤية الملائكة فلا شك أن لهم قوى مختلفة عن قوى بقية البشر لذلك كانوا يستطيعون أن يعني يرون الملائكة وإتباعا بذلك ممكن أن يرون الجان أو يرون الشياطين على صورة معينة بقي لنا أن نتكلم عن قضية أنه هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجن وتكلم معهم أم أنه لم يرهم ولم يستمع إليهم وهذا عندنا في حديثين ورد حديث عن ابن عباس ينفي أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجن وتكلم معهم وحديث لسيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجن وتكلم معهم وعلمهم شيء من القرآن وغير ذلك من الأخبار هذا ما سنفصل به القول إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة